الموقف بيه الكامل على ذكر النادي الاهلي وتصدره لجدول الدوري وانه خلاص الاهلي فضله 3 نقاط وحسم بطولة الدوري عانوا فيه سيناريوهين ليهم علاقة بالاهل يتسلم أو يتم تسليم درع الدوري للنادي الاهل إزاي السيناريو هنا السيناريو الأولاني أن يتم تسليم درع الدوري للنادي الاهل في آخر مباراة بتتلاعب على أرضه السيناريو التاني أنه تتعمل الاحتفالية زي الاحتفالية اللي اتعملت في الموسم الماضي في أحد الأماكن وأنا الحقيقة لا أفضل ده على الإطلاق حق الاهل بعد مجهوده ده وحق جمهير النادي الاهلي انه الدرع يتسلم في المباراة الاخيرة اللي النادي الاهلي هتكون المباراة دي المفروض نهي على ارضه ده الطبيعي الحقيقة ده الطبيعي اللي احنا شفناه وبنشوفه بره هتقول لي ما فيش جمهور ما هو برضه الدوريات بتاعة اوروبا ما فيهاش جمهور ما هو الدوري الانجليزي مثلا ما فيهوش جمهور ولكن الطبيعي طالما انا بلعب بطولة دوري وطالما انا بشارك في بطولة الدوري بطولة هي البطولة صاحب النفس الأطول فمش معقولة بقى ايه بعد كل ده تروح تدهاني في قوتيل مش معقولة بقى كانت تعمل لي احتفالية في مكان الطبيعي ان انا اخد درع الدوري في المكان ده هو كفاية اصلا يا جماعة ان احنا عندنا عندنا يعني مشكلة في فكرة انه اللي بيفوز ببطولة الدوري بياخد الدرع وشكرا يعني هي اصلا المفهوم ده في حد ذاته بالنسبة لي انا يعني غريب بطولة الدوري بيكسبها اي فريق اهلي زمالك اسماعيلي بيرامدز مصري مش معقولة بعد ما اعطعت الشدة كله اصرف فلوس واجيب لعيبة ومدربين واجهزة وانتقالات ومتشاط ولعيب يتصاب واصرف عليه ويرجع لي تاني ومرتبات وغرف وعاملين وكل ده وفي الاخر لما اجا فوز ببطولة الدوري شكرا منشكرين درع والحقيقة انا يعني انا مش مش بلوم بس على اللجنة الخماسية لانه هي تتولى المسئولية لمهمة مؤقتة انا قلوم على من كان قبلها يعمل في ظروف طبيعية ولم يكن هناك لائح على الاطلاق للفائز ببطولة الدوري شيء غريب جدا تفوز ببطولة الدوري ما تاخدش حتى في ايدك اتنين مليم حتى اتعوض بيهم اللي انت صرفته فكفاية اصلا قريدي ان انت كفريق ما بتحسش بالتعويض المادي لما بتفوز بالبطولة ما هو التنافس ده شيء عظيم وشريف وجميل في حد ذاته لكنه برضو انا بتنافس وتديني فلوس ما انا مش بجيب اللعيبة ديت عشان خطر اجيب اللعيبة دي اوه عشان هشارك فيها في افريقيا اوه ما ايش واجيب اللعيبة دي برضو عشان الدوري اجيب اللعيبة دي عشان الكاس فانا لما اجي في بطولة الدوري وبصرف كل المصاريف دي كلها لان هي اللي بتاخد منك مصاريف اكتر وفي الاخر انت كفرق لا بتدي للصعب من تحت للدوري الممتاز فلوس ولا بتدي للفرق اصلا قريدي اللي بتاخد الدوري فلوس ولا بتدي صاحب المركز التاني فلوس زي ما بنشوف في اوروبا زي ما بنشوف في الدوري الانجليز انت بتعملش كده فكفاية قريدي اصلا ان ده مش موجود عندنا فانا كمان بضيف عليه انه كمان الفايز ببطولة الدوري كتامي سكيتي فدي من الحاجات اللي بشوفها ها لو لو هو ده سيناريو رقم اتنين بشوف انه سيناريو رقم اتنين ده ما اظنش انه هو السيناريو المناسب لفرقة اشتغلت طوال الموسم في ظل ظروف اه صعبة من حقها التتويج يكون فيه ارض الملعب اه ده الموقف كان السنة اللي فاتت قول خلاص اللي السنة اللي فاتت حصل حصل بسيناريوهاته بتفاصيله باللي كان فيه بنتكلم بقى على السيناريو ده او بنتكلم على السنة دي الطبيعي والبديهي انه يكون في ارض الملعب